مقرر الكيميا العضوية ما زلنا في الشبطر السادس المحاضرة الرابعة والجزء التاني من تفاعلات الكحولات تفاعل مهم جدا للكحولات هو تفاعل الأكسادة الحقيقة كل الكحول عندنا ممكن يتأكسد بطريقة مختلفة عن الآخر تعال ناخد أول مثال والبرايماري ألكحولز والبرايماري ألكحولز بتتأكسد علشان تكون كربوكسيليك أسد يعني الألكحول بيتأكسد بيبقى أسد بنستخدم في التفاعل ده الكروميك أسد أو البوتاسيوم دايكوروميت أو السوديوم دايكوروميت في محلول حمضي أو محلول محمد بحمض الكابريتيك زي ما أنتوا شايفين آدي مجموعة الهيدروكسايل لما بنفعلها مع الكروميك أسد بيتكون الكربوكسيليك أسد المقابل طيب الساكندري ألكحولز بتتأكسد علشان تكون كيتونز الساكندري ألكحولز بتتأكسد بتكون كيتون يعني مجموعة الأو إتش لما تتأكسد بتكون أو دبل بوند مع زرة الكربون المرتبطة بيها وبنستخدم فيها برضو الكروميك أسد أو البوتاسيوم دايكوروميت أو السوديوم دايكوروميت في وسط حمضي أو في محلول مائي محمد بحمض الكابريتيك آدي مجموعة الأو إتش الساكندري لما بتتأكسد بتتحول إلى كيتون سي دبل بوند أو طيب الكحولات الترشري cannot be oxidized دي مش بتتأكسد بقى خالص يبقى الكحولات البرايمري لما تتأكسد بتديني كاربوكسيليك أسد الساكندري ألكحول لما بتتأكسد بتديني كيتون والترشري ألكحول ما بتتأكسدش خالص طيب خد بالك من حاجة مهمة الكروميام اللي بنستخدمه في التفاعل بيتم اختزاله من زائد 6 oxidation state إلى زائد 3 oxidation state زائد 6 لو الكروم زائد 6 المركب بيكون لونه أورنج لو oxidation state زائد 3 المركب بيكون أغضر وده تست بسيط جدا نقدر نميز به بين الكحولات الأولية والسانوية عن الكحولات الترشري الكحول لأن لو حطينا الكروميك أسد مع الكحولات الأولية البرائمري أو الساكندري هيتغير لونهم للجرين ومع الكحولات الترشري مش هيحصل أكسادة زي ما قلنا وبالتالي اللون هيفضل أورنج ترجمة نانسي قنقر